السلام عليكم قبل ما نبدي أتمنى تحط لايك للفيديو اشترك بالقناة فعل الجرس شارك الفيديو يا الطلاب حتى تعمل فائدة طبعا بعد قرار اللجنة العليا بالسماح للطلاب بالدوام الحضوري وزارة التربية نشرت على صفحتها الرسمية ووضحت بخصوص هذا الخبر مؤكدة التزامها بالإجراءات الصحية والوقائية التربية تعلن المراحل التي سمح لها بالدوام الحضوري وتلزم إدارات المدارس الأهلية بالتطبيق تعليماتها أكدت وزارة التربية حصولها على موافقة اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بالسماح لعدد من المراحل الدراسية بالدوام الحضوري وبينت الوزارة في بيان صادر عن المكتب الإعلامي أن الدوام الحضوري سيكون للصفوف الأول والثاني والثالث الابتدائي بالإضافة للصفوف المنتهية السادس ابتدائي ثالث متوسط سادس عدادي ولمدة يومين بالأسبوع كما أضافت بأن دوام باقي المراحل سيكون الكترونيا مشيرة إلى أن هذا القرار يأتي حفاظا على رصانة التعليم مع الاستمرار بالالتزام بالإجراءات الوقائية الصحية هذا وشددت الوزارة على المدارس الأهلية بضرورة الالتزام بالمدة المحددة لأيام الدوام حيث سيتم إلغاء إجازة المدارس المخالفة لتلك التوجيهات طبعا طلاب مثل ما سمعتوا الصفوف اللي راح يدامون حضوري داخل المدارس هما الأول ابتدائي ثاني ابتدائي ثالث ابتدائي والسادس ابتدائي والثالث متوسط والسادس أعدادي هذن الصفوف راح يدامون حضوريا داخل المدرسة ويدامون يوما بالأسبوع يعني كل مرحلة يدامون يوما بالأسبوع وبقية المراحل يعني البقاء اللي رابع ابتدائي خامس ابتدائي أول متوسط ثاني متوسط رابع أعدادي خامس أعدادي هذن الصفوف راح يكمنون تعليمهم تعليم الكتروني يعني مثل الكورس الأول تعليم الكتروني وبعد طبعا لحد الآن معلنت الوزارة عن موعد المباشرة بالدوام الحضوري للطلاب فإن شاء الله ننتظر التعليمات الأخرى يعني عن موعد الدوام شوكت راح تباشر للطلاب بالدوام وإن شاء الله راح نوافقكم بكافة الأخبار نتمنى التوفيق والنجاح للجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته